قالت حركة مقاطعة إسرائيل بي دي أس أنها ستقاوم محاولات الإدارة الأمريكية لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان لفرض نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال الأبرتهايد الإسرائيلي جاء ذلك ردا منها على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها أن بلاده ستعتبر حركة مقاطعة إسرائيل بي دي أس معادية للسامية وأنها ستتخذ خطوات ضدها قريبا وقالت الحركة في بيانها إن إدارة ترامب تحاول تشويه سمعتها بأنها حركة حقوقية يقودها أوسع تحالف فلسطيني وكذلك تشويه سمعة ملايين من أنصارها حول العالم باعتبار الحركة معادية للسامية وأضافت أن حركة المقاطعة ترفض بشكل مبدئي ومتصق جميع أشكال العنصرية بما في ذلك العنصرية ضد اليهود وأكدت أن تحالف ترامب ونتنياهو المتطرف في عنصريته وعدائه للشعب الفلسطيني يخلط عمدا بين رفض نظام الاحتلال والاستعمار الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والدعوة لمقاطعته من جهة والعنصرية المعادية لليهود كيهود من جهة أخرى وهذا بهدف قمع وإسكاة الدعوات والتحركات المناصرة للحقوق الفلسطينية بمجاب القانون الدولي